ما يحدث عند الجار المغربي من أمور مفضوحة اليوم نسمعه على خريطة مزيفة في حين أنه الجريدة الرسمية وهذا موتق وموجود على مستوى النت تدخل لجوجل تبحث على الجريدة الرسمية كي أن الرقم اتحها الجريدة الرسمية المغربية تظهر هذا الأمر أعطينا الجريدة الرسمية المغربية النشرة العامة للمملكة المغربية ل31 يناير 2017 خليها تمشي تتحدث هذه النشرة الرسمية عن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واضح أمور واضحة وضوح الشمس أعطينا الموضوع الثاني هنا يتحدث عن الأهداف تلك القانون التأسيسي تكون أهداف الاتحاد كما يريد تحقيق وحدة وتضامن أكبر الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها أوكي متفقد نمشي لما بعدها المؤتمر يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم المعتمدين أوكي رؤساء الدول وممثليهم المعتمدين خليها تمشي بإبلاغ جميع الدول موقعة عليه وتواريخ إيداع ونقل تصديق أو الانضمام ويخول هذا القانون حيث التنفيذ حيث تنفيذ يتم تسجيله في أمانة الأمم المتحدة فلوني هذه في 2017 خليها تمشي يتكلم عن الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي فيه رؤساء الدول رئيس جمهورية موزنبيق زامبيان نيجير نيجيريا الاتحادية رواندا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذا نشرة رسمية في رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذه في النشرة الرسمية للجريدة الرسمية المغربية خليها تزيد تمشي فيها هذه الرؤساء كلهم تحص الصومال سيراليون زيدنا اللي بعدها هذه هي الأخيرة فيها بعدها من المفروض عادت فيها فيها أعطينا بعدها نعم هاي اللي في الجريدة الرسمية ممضات من طرف من من طرف محمد بن حسين بن محمد بن يوسف أعطيها للأخير خليها تمشي في الأخير سفارة سفارة المملكة المغربية بأديسة بابا في 2 جمادي الأول 31 يناير يعني جون فيه 2017 موقعا من طرف رئيس الحكومة الإمضاء عبدالإيه بن كيران اللي هو رئيس الحكومة المغربية زيدنا اللي بعدها اللي توضح ربما الكثير من الأمور هذه القانون القانون قانون الرياضة يتكلم عن الشعارات والبيانات والصور والإعلانات يجب أن لا تحمل معدات أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية كما يجب على اللاعبين عدم الكشف عن المناسب البلابس تحتية تحمل أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية دينية أو شخصية هذا قانون كورة القذب اللي فيه على 2022-2023 القانون الرابع من المعدات اللاعبين زيدنا اللي بعدها من فضلك يا عادل شوف الكوميتي تعالى كاف شحال منه واحد باش نشوفه بالخلاص عم الفساد وامتشره مثل السرطان الكوميتي أكزيكيتيف تعالى كاف اللي زور يجين تعالى الأسماء اللي ركوا تشوفوا فيهم شحال منه واحد فوزي لقجاع مومبر نقع من المروك هادو لي كاينة شوفش حال كاين زوج أربعة ستة تمانية عشرة تماش طناشن شخص كلهم من المغرب في حين احنا في الجزائر ما يوجد حتى واحد يعني هنا ربما يتتضح أنه مثل هذه القرارات ضد اتحاد العاصمة وضد الجزائر لم تكن هكذا السودان الغريب أيضا في الأمر أنه الذي أمضى على تكلمنا عليه منذ قليل سي سامير أعطينا اللي أمضى على القرار أمس ضد اتحاد العاصمة بخسارتها ثلاثة سفر أعطيني البيان من فضلك نعود لنقول البيان اللي تشفناه منذ قليل ونروحه للشخص هذا اللي اسمه أضامو سامسون أو مكتوب من تحت سامسون أضامو هذا أضامو سامسون كونفيديراسيو أفريكان دي فوتبول جاء في 2018 للاتحادية هاو الصورة هذا الشخص يا جماعة الخير عنده هو نيجيري مدير المسابقات على مستوى الكاف هو موقع البيان اللي شاهدناه التحق بالهيئة القرية في 2018 الغريب في الأمر أنه هو نيجل هو ابن أموس أضامو المعاقب من طرف الفيفا بسبب الرشاوي هذا الشخص عطينا هذا الشخص عطينا الكونت تاو الكونت تاو معروف هذا أضامو سامسون معروف أنه يهلل لكل ما هو مغربي حتى كيماركي نهضة بركاري يدير جول ويبارتاشي معروف هذا اللي أمضى القرار أمستع اتحاد العاصمة تصوروا أنه عنده حساسية لكل ما هو مغربي أي حاجة تاو المغرب يفرح لها كأنه بلاده ما يدير حتى كابتير ولا حتى بارتاش على منتخب نيجيريا رغم أنه نيجيريا أنا جزائري نبدأ بنيجيريا ما نبدأش بمهضة بركان الغريب في الأمر أنه الوالد تاعه بالدليل هاوليك بالدليل ضيلي إحنا مش بوسائل الإعلام أنجليزية اتكلمت على الرشاوي اللي تلقاها وتجاوزت لكثير من الأموال التي تم بسببها إبعاده من الهيئة الكوروية عاود حطرنا أوليده هذا أوليده بشتخل لازم يكون عنده ولاء للطرف المغربي أعطينا الكابتير لتظهر أنه تلقى رشاوي وكوريبسيون رشاوي هذه لا مش هذه هذه مكتوبة هايليك في الفيفا عنده كوريبسيون هذا السيد اللي الإسم هو ابن أو أب آدامو هذا سيد لبابا يعني آدامو لبابا آدامو آموس وكين سامسون آدامو يعني القضية أصبحت واضحة وضوح الشمس وهذا السيد اللي شفناه في الصورة هو الذي أمضى على القرار الكاف وانضم من 2018 وهو في لجنة المسابقات يهلل لكل ما هو مغربي سامر